من واشنطن ينضم إلينا دكتور حسن هشميان المحلل السياسي دكتور حسن كيف استقبلت واشنطن التهديد الإيراني؟ يعني واشنطن الآن تدرس بجدية هذه التهديد وأعتقد الواضح هو أن إيران تدشن مرحلة جديدة من التصعيد التصعيد بالأغوال والتصريحات التي نسمعها في طهران وأيضا الأفعال التي نراها في المنطقة من اليمن إلى فلسطين إلى مناطق أخرى إلى العراق وإلى غيره لذلك إيران تريد تصعيد هذا واضح وتقول بأن هذا التصعيد في هذه المرحلة يخدم أهدافها لأن موضوع العقوبات يضيق عليه الخناق بشكل كبير الآن العقوبات أدى إلى صراع في داخل إيران ورأينا في الأيام الأخيرة شيء غير مسبوق إطلاقا منذ الثورة الإيرانية في عام 1979 رأينا في صفوف المحافظين هناك صراع واضح بين المؤسسات وبين الشخصيات المعروفة الغريبة إلى علي خامنين هناك مناوشات وهناك هجوم لذلك العقوبات الأمريكية أدت إلى هذه الصراعات وهذا يضغط على النظام الإيراني حتى يتحلق خارج إيران ولكن في المقابل هذا ليس أول تهديد تطلقه طهران كان هناك عديد من التهديدات نفذت بعض هذه التهديدات على أرض الواقع ورأينا ماذا فعلت في مختلف المناطق ومنها خطف السفينة البريطانية ومنها أيضا الهجمات على بعض نقلات النفط في الخليج العربي بالتأكيد هناك خطوات وإيران نفذت هذه التهديدات ولكن أنا أعتقد أن إيران في نفس الوقت تراعي بعض الخطوط الحمر الموضوعة من قبل الولايات المتحدة مثلا إيران أطلاقا لم تهاجم أي جندي أمريكي كما قال السيد بومبيو لم تهاجم المصالح الأمريكية بصورة مباشرة أيضا هناك لديها بعض الملاحظات حول بعض التحركات لذلك أنا أعتقد إيران مهما تدخل في مرحلة جديدة من التصعيد وخاصة توجه تهديدات إلى دول المنطقة ولكن تراعي بعض النغاط المتعلقة بالولايات المتحدة ولكن في هذه المرحلة الجديدة أنا أعتقد ربما هناك إيران تحتاج إلى المواجهة أكثر مع الولايات المتحدة خاصة في ظل الانتخابات الأمريكية حتى ستؤثر بشكل سلبي على هذه الانتخابات إذن على ماذا تعول إيران في هذه التهديدات هل على عامل الوقت أو على دعم أو سعي أوروبي للتهديئة أم أنها روسيا والصين أنا أعتقد الواضح الوقت هو ليس في صالح إيران الوقت كما يمر يأتي بضرر إيران لأن هناك الآن مثلا رأينا أزمة في الحنطة في داخل إيران أو في الروز أو في السكر لذلك حتى يعني البضايع الأساسية الآن تواجه أزمة في داخل إيران مرور الوقت يقلل من إمكانيات إيران المادية ولذلك سيؤثر بشكل سلبي وسنشهد في مؤشرات عدة هناك نخصان واضح ولكن بتقديري أن إيران تراهن على قوتها العسكرية والمجموعات التابعة لها خاصة الميليشيات الموجودة في المنطقة ومن خلال تحرك هذه الميليشيات ومن خلال تحركها العسكري تريد أن تخلق ساحة جديدة وظروف جديدة تفرضها على الآخرين شكرا دكتور حسن هشميان المحلس السياسي كنت معنا من واشنطن